الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة صرف لغير الله شرك كبر كمن صلى وصام وحج لغير الله دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك كبر طلب الولادة الرزق ينزال الغيث فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب